إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحباً لكم مرة أخرى في هذا الفيديو الجديد إذن إخواني أخواتي قبل ما نبدأه لا تنسوا للايك جزاكم الله والنسبة لما تشاركوا في القناة اشتركوا في القناة بشي تصلوا الجديد إذن فلنبدأ على بركاته الله إذن إخواني أخواتي في هذا الفيديو هذا سنرى الأفعال الإنعكاسية الأفعال الإنعكاسية أو بما يسمى باللغة الإيطالية verbi riflessivi verbi riflessivi فعل نعكاسي verbo riflessivo إذن لأن الأكسيو كتنعكسها لك أنت عندما أقول مثلا أستيقيد أستيقيد يعني كالنود أنا ما كينود نتاشي واحد غير ما يشكلناه verbo riflessivo فعل إنعكاسي كي نعكس لي أنا إذن كم القاعدة؟ أنا سيقول فعل ثم سيتفكر فيه وتوجده باللغة الإيطالية إذن أستيقيد أستيقيد ماذا نقول باللغة الإيطالية؟ أستيقيد فكروا جيدا كرمزيان إذن نقول يعني أنا كنود من الناس أنا أستيقيد رديد معي إذن عندما أقول لك أنت استيقيد استيقيد يعني فق كنقولك فق استيقيد ماذا سنقول باللغة الإيطاليا فكروا جيدا سنقول إذن سنقول زفاليتي زفاليتي تي يعني انت عندما أقول ميزفاليو أنا ميزفاليو أنا أستيقيد استيقيد زفاليتي زفاليتي يعني فق من الناس رديد معي زفاليتي 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 عندما أقول أو أقول لك أيقده أيقده بمعنى فيق 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 من الناس فيق أيقده ماذا ستقول باللغة الإيطاليا فكر جيدا كرمزيان كرمزيان إذن سوف تقول زفاليه لو زفاليه لو يعني فيق زفاليه فيق لو يعني هو فيق هو لو لو زفاليه لو زفاليه لو أرديدوا معي زفاليه لو زفاليه لو زفاليه لو إذن هناك ندره على راجل مؤنت عفوا مذكر فيق مثلا بنت أو مرأ شنو ستقول أيقدها أيقدها يعني فيقها هذه الحالة ماذا سنقول باللغة الإيطالية أيقدها يعني فيقها سنقول بكر جيدا إدهن سنقول زفليلا زفليلا كان ديرو لا في المؤنت في منيلي زفليلا يعني ثيقة رديدو معي زفليلا 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 إدهن هاد الفعل إيخواني أخواتي كيتسمى زفليلا فعل أصل هو زفليلا كي يسلي بسي لماذا قدرنا فيه ديكسي لأنه هو فعل انعكاسي ريفليسيبو عندنا هنا مثلا أختسيلو أختسيلو يعني كنغسل ديالي كنغسل شي حاجة في ديالي هذا كي تسمى كذلك فعل انعكاسي ذيربو ريفليسيبو إذن ماذا سنقول باللغة الإيطالية أختسيلو أختسيلو يعني كنغسل فكروا جيدا كرمزيان سنقول مي لابو مي لابو إذن أفعال انعكاسية دائما من اللي كنت تهدر على رأس كنت في المتكلم تتبدأ دائما نبدك مي مي لابو مي 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 وغير ذلك فسأل غنشوفه الأفعال ومن بعد غدي نخلي لكم الفيديو اللي فيه هذه الأفعال اللي هي إنعكاسية رددوا معي مي لابو مي لابو مي لابو عندما أقول لك أنت أنت يعني تو اغتسل اغتسل يعني اغتسل 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 ماذا سنقول باللغة الإيطالية فكروا جيدا فكروا فيها مي اغتسل سنقول لابتي 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 لاحظوا بأن تي جات في الخر نعني بها انت دامير كي قبل لغنا زفليتي زفليتي يعني فاق هنا لابتي اغتسل رددوا معي لابتي 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 وعندما أقول لك اغسله 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 يعني اغسله شيء اغسله لكن نقولها فش في المذكر لابتي اغسله اغسله يعني اغسله ليس يغسله ليس يغسله في المؤنت اغسله لابتي اغسله باللغة اغسله 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 لا لا يعني لا اغسله اغسله في المؤنت ماذا ستقول اذا سنقول لابلا تقول لابلا لابلا يعني اغسله 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 لابلا 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 عندما اقول استعد استعد بمعنى كنجد راسي كنجد راسي استعد ماذا ستقول باللغة الايطالية فكروا جيدا فكروا مزيان اذا استعد اقول مي مي دائما قتلكم الفعال التي تكون عكاسية تصرفها المتكلم يعني ايو انا ايو مي ماذا بريبارو بريبارو يعني كنستعد كنجد راسي كنجد راسي كنستعد استعد مي بريبارو مي بريبارو مي بريبارو بروشيري كنستعد باش نخرج راتي دوماي مي بريبارو مي بريبارو مي بريبارو عندما أقول لك أنت أنت تو استعد استعد يعني وجد رسك ماذا ستقول هنا كذلك الدمير سيقول لك في الاختر آخر الفعل ماذا سنقول استعد سنقول ماذا بريبارتي 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 يعني استعد استعد وجد رسك بريبارتي راتي دوماي بريبارتي 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 إذن إخواني أخواتي في النهاية هذا الفيديو هذن نخلي لكم الرابط الافعال الانعكاسية سنخليهم لكم الصندوق الوصف وسيباني لكم قدامكم دمال فيديوهات اللي كيبانوا قدامكم كليكي عليها رغيبا لك الفيديو ستشوفوا فيه الافعال الانعكاسية مع جمل قصيرة وجمل مفيدة إذن إخواني أخواتي تمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا